السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة مالينا ديليس اليوم ان شاء الله راكم تشوفوا معايا في الصورة سوف نقدم لكم واحدة الدسار و الكيكة لطاقة تاتا بالصحة ماشي بلاي بوم لطاقة تاتا او بيش بالخوخ نعم لطاقة تاتا او لطاقة تغمون فرسي جيب بالتفاح وانا اليوم اختارت كان عندي الخوخ بريت نديرها بالخوخ اذا اعجبتكم هذه الوصف يلا معنا نشوفوا المقادير وكيفية التحضير المقادير لدينا كالتالي هنا بطاقة سابلة والبغيزة 250 جرام مغربلة 125 مارغارين وزبدة قرصة ملح وصفار بيضاء صغيرة وصفار اضعوا بطاقة السيطرة لو كان سيكبركم بطاقة بتحضير اضعوا بطاقة حليب والمقادير وصفار كاراماليزي الخوخ 80 غرام زوبدة و 120 غرام سكر لا نسمعها كما ترون نبلا فاني نبلا فاني نجد رائحة على الخوخ رائحة الشابة جميلة نبدو على بركة الله نبدو على بركة الله نبدو فلابات ونجدها في الفخيون ثم بعد ذلك ننتقل الى الخوخ ان شاء الله هنا لديك 150 غرام و 150 غرام فالينة نضيفها 125 غرام للزوبدة قرصة ملحة ونبدأ نخلط نضيفها 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 هنا كما لاحظت هنا نضيفها لا أريد لو أنه كما لا تريد يجب أن يكون يجب أن نقص السكرية ولكن نضيفها نستعمل اليد التاعي و ندخل الفارينة في الدهان و ندخل الفارينة في الدهان ندخل هذه الحفة سافار البيت و نبدأ أن نخلط ندخل الفارينة في الدهانة في الدهانة ندخلها قليلاً قليلاً و ندخل الحليب ندخل الحليب ندخل الحليب ندخل الحليب الغريب سابلي هنا ساعة حكمة رأسها حكمة روحة اذا سوف نقوم بفعل نقوم بفعل نقوم بفعل ونقوم بفعل ونقوم بفعل وعندكم مباشرة سوف نقوم بفعل تختولات تصوير تختولات لنقوم بفعل نقوم بفعل ونقوم بفعل ونقوم بفعل سوف نغلقها ونجعلها في الدلاجة حتى نستعملها لنكمل مع الخوخ نقوم بفعل بعد ان اضفتها وغسلتها بالماء ونقوم بفعل لنقوم بفعل ونقوم بفعل 4. كما تعلمون أنه يسعرون كما تعرفون أنه يسعرون كما تعرفون. كما تعرفون بسعارة أليس. كما تعرفون أنه يسعرون. خفف ميبون تحاول معها حتى يترى تجوكم دموخصو هكذا دموخصو هكذا سمكو الخوخة هكذا تقسموها هوندو هوندو هدوه 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 هكذا وخلوها أنا سأكامل CONCAD عليا حتى لا تفعل هذه الفيديو و مستعنى هذه هي قسمة عندي سوف أجلني فسيلا سوف نضعها هذا هذا الموسم الخوخ نفرح نضعها للطخط كما أقول لكم بالتفاح ميبون نجموها بالخوخ نجموها بالخوخ والمشماش نجموها بالحرة والتين والكرموس نجموها بالإبوار للنجاس نجموها بأي فاكية تبغوا بالاناناس لذلك سأكملها بعد ان شاء الله نلتقي لكي نكملوا المرحلة الموالية ها هو الخوخ بعد قسمته على 4 اضعته هنا في هذه المقرة سأقوم بعمل 120 جرام السكر لكي نضيف كرامل ونزيد 80 جرام ونجموها بالدهان نضيف نضيف في هذه المقرة لكي نضيف لكي نضيف لكي نضيف لكي نضيف ونحن نضيف نضيف لكي نضيف كبير ونضيف لكي نضيف بعض الآخر نجعلها هادئة ونحن نحضر السكور الآن لا أعطى أولو لدينا فاني أو كرفان ومن مستخدم نجم لها في البحث من بعد لذلك يجب المنزل سكر لديها قرصة الكنال القرفة ويجبها انا احبها تجا الخوف لديك الدوق رائحة سبحان الله الحمد والشكر سوف نرى كيف يدوه السكر سوف نرحل المشكلة و ساعة ساعة نرحل المشكلة لكي يمكنني ترميل كرامل و كارامل شاهدون هنا إذا أردت الكرامل ليس أفضل مفتور لن أعطيك على المشاهدة ويأتي الكرامل على المسكين لا تكون مازالة من المسكين سألتك في الفور يجب أن يكون لديه أكثر لذلك هنا يجب أن يشرب سنجعله يبرد لكي نستفعه أو سيناء يجب أن يبرده وضعه في القاعة لذلك نرى كيف يفعله هنا جاءت على البطاة لا أريد أن أعلمكم كيف يفعله لكي نرحب الوقت لكننا سأعلم كيف يفعله كيف يفعله؟ هنا سأقوم بإضافة لقد قضيته بالقاعة بالقاعة وقضيته بالدهن سوف نحكم الخوف سأقوم بإضافة لاحقا سأقوم بإضافة وإضافة كل شيء لكي ترغبون بإضافة الأمام لكي ترغبون تأكلون أكثر يمكنك أن يكون نرص الخوف ونقوم بإضافة هنا نرسيه على الوجه لا يجب أن يدفع نرسيه كامل نرسيه فرغ نرسيه بشكل كبير ونضغي في الفرغ نقسم ونرسيه نرسيه 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 لاحظي لاحظي لنبتع فيديه ونجميه لنقذيه يدفع سوف تقوم بتحديد هذه الروسات ستعجبكم كثيرا جربوا هنا وقت الخوخ سوف تقوم بتحديد الفراغ 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 ثم أقوم بتحديد الفراغ بعد ذلك سوف نقوم بسرور الكرامل سوف نقوم بسرور الكرامل كما ترغب في الوثور الكرامل سوف نقوم بسرور كرامل نقوم بسرور على 180 درجة سوف نقوم بعمل فوق 180-180 دراجة و نجعل هذه الأبات تتحمرت بسبب هذا الخوخ سوف نقوم بعمل السكر لذلك سوف نقوم بعمل حمارة كيف تحقوم بعمل كفن سوف نقوم بعمل سوف نعز معلل سوف نضع سوف نفرق اشتركوا في القناة 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 يجب أن نقوم بمساح نقوم بمساح نقوم بمساح نقوم بمساح نقوم بمساح يجب أن يقوم بتحك Damas هنا دعون هذا العمل نقوم بمساح نظر اللعنة الثقرة ت hagutها تحمرت و نحوها نحوها ستبرد حقا عادة نضربها في الموس ولا مصصر تضر ميه جميعا و نقلبها في الطبسة هيا هي الكائكة علينا في الحالة بعد زيادا وأجعلتها قلبيتها على الطبسة وублиعتها في هذا الطبسة لكم مصرحة يقضحها في الساخن فاني أو سيترون أو فخيز كما تحبوا أنا هنا قدمتها بالأيس كريم والبوضة بتاع الفاني لذلك لا أريد أن أقول لكم يالله للمطبخ لكم وجربوا هذه الكيكا ستعجبكم و لا ستندموا اللي جربتوها لا أريد أن أقول لكم شكرا على المتابعة شكرا على الاشتراكات شكرا على التعليق نلتقي إن شاء الله في وصفة أخرى من وصفات مالينا ديليس مع السلامة